اشتركوا في القناة اهم المصطلحات في التاريخ واهم المصطلحات في الجغرافية واهم المصطلحات في التربية المدنية نبدأ بالتاريخ اهم المصطلحات في التاريخ تعلق الفصل الثاني عندنا ليبيا اسم يطلق على كامل بلاد المغرب نسبة الى قبيلة ليبو الشاهرة التي تسكن فيها واشتهر هذا الاسم عند المصريين والاغريقة نوميديا اسم يطلق على الجزائر الحالية تقريبا وتونس والجزء الغربي من ليبيا نسبة الى النوميديين افريقيا اسم اطلقه الرومان اولا على قرطاجة بعد الاستلاء عليها سنة 146 قبل الميلاد وهي تونس حاليا ثم تعميمه على كامل القارة موليطانيا اسم اطلق على منطقة المغرب الاقصى الحالية ثم تم تعميمه على المنطقة الممتدة من المحيط الاطلاسي غربا حتى شرق الجزائر شرقا الحضارة العاترية نسبة لموقع بئر العاتر الموجودة في ولاية تبسة يضم آثار متنوعة كالفؤوس ورؤوس سهام حجارية تعود للعصر الحجري القديم الحضارة التاصيلية تنسب لمنطقة الهوغار والتاصيل المشهورة بآثارها المتنوعة وعلى رأسها الرسومات المتنوعة الحضارة القافصية نسبة لمدينة قفصة التونسية مشهورة بصناعة مكاشط ومحكات واستعمال بيض النعام تعود للعصر الحجري الحديث الحضارة الإبرومغربية الوهرانية هي حضارة مشتركة أو مشتركة بين منطقة شمال إفريقيا وجنوب إيبريا تم العثور على مظاهر هذه الحضارة في تيبازا تيارت بوسعادة وتشتهر خاصة بصناعة النصال والمطاحن الليبيون اسم يطلق على كامل القبائل الليبية التي تقيم بشمال إفريقيا والتي تمتد من السرط الكبير بليبيا الحالية حتى المحيط الأطلسي غربا النميد اسم أطلقه الإغريق على القبائل المتنقلة البدو الروحل التي استوطنت المنطقة الممتدة من قرطاج شرقا حتى وادي ملوية غربا ولكن تم تعميمه على القبائل المتنقلة والمستقرة البربر اسم أطلقه الإغريق على الشعوب التي لم تصل إلى درجة التمدن والتحضر التي وصله الإغريق ثم أطلقه الرومان على الشعوب الخارجة عن نفوذهم ثم أطلقه العرب على سكان شمال إفريقيا طيب الأمازيغ الأمازيغ اسم أطلقه السكان على أنفوسهم ويعني الرجال الأحرار ظهر هذا الاسم في كتب العلامة بن خلدون ولكن له جذور تاريخية حيث له اشتق من الاسم مازيكا الذي ظهر خلال العصر القديم المور اسم يطلق على المنطقة التي تقع بين وادي ملوية شرقا حتى المحيط الأطلسي غربا ثم تم تعميمه على كامل بلاد المغرب حتى القرن السادس للميلاد شيشنق شيشنق شخصية تاريخية من أصل ليبي تمكن من الانتصار على المصريين في حدود سنة 950 قبل الميلاد وتمكن من الاستلاء على الحكم وتأسيس الأسرة الثانية والعشرون ولقب بشيشنق الأول أسراكون شخصية تاريخية وهو ابن شيشنق الأول حكم مصر بعد والده رمسيس الثالث أحد فراعنة مصر حكم خلال 1182 إلى غاية 1151 قبل الميلاد اشتهر بإنجازاته العمرانية مثل معبد الكرنك وله صدمات وحروب ضد الليبيين وقد عمل على تجنيد البعض منهم كمرتزقة شمال إفريقيا تسمية قديمة للمنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي غربا إلى واحد سيوى مصر شرقا مشتي العربي منطقة تقع جنوب شلغوم العيد بولاية ميلا جزائر مشهورة بآثارها التي تعود إلى العصر الحجر القديم وتتمثل في جماجم وعظام بشرية عين الحنش منطقة تقع قرب مدينة العلمة بولاية السطيف مشهورة بآثارها التي تعود إلى 1.8 مليون سنة قبل الميلاد وتتمثل في وجود كوريات حجرية الاتحاد القابلي وتنظيم اجتماعي وسياسي يتشكل من مجموعة القبائل المتحدة يحكمها زعيم واحد أقليذة تسمية ليبية أمازيغية تطلق على الحاكم برتبة ملك أو أمير أو زعيم قبيلة الفينيقيون هم سكان فينيقيا من أصل كنعاني اشتهروا بممارسة التجارة وتأسيس المستوطنات على سواحل البحر الأبيض المتوسط أرطاجة اسمه اشتق من اسم فينيقي وهو قرط حدشت وتعني المدينة الجديدة واطلق على المدينة التي بدأت على شكل مستوطنة بحرية تأست في تونس الحالية في حدود سنة 814 قبل الميلاد على يد عليسا ديدون طيب عليسا ديدون أميرة فينيقيا ابنة حاكم مدينة صور عند وفاة والدها اختلفت مع أخيها حول شؤون الحكم فهاربت عنهم متجهة إلى بلاد المغرب لما يعرف عن سكانها من الكرم والشهامة فابتاعت من حاكمهم هيرباس قطعة أرض تأست فيها جمهورية قرطاجة سنة 814 قبل الميلاد هيرباس حاكم ليبي لم تحدد المصادر التاريخية إن كان ملكا أو زعيم قبيلة عاصر مجيء الفنيقيين بزعامة علي سديدون حيث باع لهم قطعة أرض أسسوا عليها محطة تجارية تحولت إلى دولة قرطاجة سنة 814 قبل الميلاد الإغريق هم سكان اليونان يتشكلون من شعوب عديدة قورينا مستعمرة إغريقية تقع في الجبل الأخضر بليبيا تأسست سنة 631 قبل الميلاد الرومان هم سكان روما استقروا على السهل اللاتيوم بإيطاليا ويتشكلون من شعوب عديدة الحروب البونية هي حروب خاضتها قرطاجة ضد خصومها على ثلاث مراحل الحرب البونية الأولى ضد الإغريق 264 إلى غاية 241 قبل الميلاد الحرب البونية الثانية ضد الرومان 218 إلى غاية 218 قبل الميلاد الحرب البونية الثالثة من 149 إلى غاية 149 قبل الميلاد مملكة ماسيليا نوميديا الشرقية تمتد من وادي المساغة غربا إلى حدود قرطاجة شرقا عاصمتها كيرتا قسنطينة حاليا من أشهر ملوكها ماسي نيسا يغورطا ويوبا الأول مملكة ماسي سيليا نوميديا الغربية تمتد من وادي ملوية غربا إلى وادي المساغة شرقا عاصمتها سيقة التي تأسست في جزيرة رشقون عين تيمو شنت من أشهر ملوكها سيفاكس وفارمينة طيب موريتانيا تمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى وادي ملوية من أشهر ملوكها بوخوس الأول ويوبا الثاني الاستطان تشجيع الرومان الهجرة الخارجية من مستعمرتها إلى بلاد المغرب لتحل هذه الأجنس محل السكان الأصليين الرومنة أو الرومنة معناها تشجيع ثقافة الرومانية المتمثلة في الديانة الرومانية والوثانية ثم المسيحية واللغة اللاتينية وعادات الرومان وتقاليدهم طيب روحوا المصطلحات الجغرافية أهم المصطلحات الجغرافية في الفصل الثاني لتلميذ الأولى متوسط معدل الخصوبة هو متوسط عدد الأطفال لكل مرأة في سن الإنجاب أمل الحياة هو السن المتوسط عند مجموعة من المتوفين خلال سنة كاملة أو هو المدة زمنية المتوقعة للبقاء على قيد الحياة العوامل الجاذبة للسكان هي مجموعة الظروف الطبيعية والاقتصادية والتاريخية التي تحفز الإنسان الاستقرار في تلك المناطق نظرا لملاءمتها لاستقرار الإنسان العوامل الطاردة للسكان هي مجموعة الظروف الطبيعية والاقتصادية والتاريخية التي تدفع الإنسان للهجرة ومغادرة منطقة معينة نظرا لعدم ملاءمتها لاستقرار الإنسان الهجرة الغير الشرعية هي الهجرة السرية وتتمثل في سفر بعض الأشخاص من بلد لآخر بشكل غير قانوني بحيث يتم الدخول إلى هذا البلد دون تأشيرة الدول النامية هي الدول الحديثة التي استقلت حديثا وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والتحرر الاقتصادي الموارد غير المتجددة هي الثروات التي توجد بالطبيعة والتي لا تتجدد إذا تم استخدامها والاعتماد عليها بشكل مفرط الموارد المتجددة المخزون من الثروات الطبيعية القابلة للتجديد ولا يتعرض للنظوب إذا ما تم استخدامه العاصمة هي مدينة سياسية ومركز للحكم وإدارة البلد ومقر للسفارات والقنصليات ورمز للسيادة مجمعات المدن ميغالوبوليس هي عبارة عن مجموعة من المدن الكبرى والمتجاورة مثل مجمعات المدن الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد من بوستون إلى نيويورك وواشنطن على مسافة 700 كيلومتر البطالة هي عدم الحصول على فرصة عمل أو منصب شغل على الرغم من القدرة عليه ومدومة البحث عنه وهي ظاهرة اجتماعية اقتصادية تنتج عن اختلال التوازن في سوق العمل الذي يشهد فائضا في الطلب مقارنة بفرص العمل المعروضة معدل البطالة هو نسبة الأفراد العاطلين إلى القوى العاملة الكلية الأمية هي ظاهرة اجتماعية سلبية تكثر في الدول النامية وتتمثل في عدم قدرة الإنسان على قيام بالعدد من المهارات الخاصة بالقراءة والكتابة الاكتفاء الذاتي الغذائي يعني قدرة الدولة على تحقيق الاعتماد الكامل على النفس وعلى الموارد والإمكانات الذاتية في إنتاج كل احتياجات المجتمع الغذائية محليا طيب نشوفوا أهم المصطلحات في التربية المدنية الفصل الثاني لتلميذ الأولى متوسط المصطلح الأول النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية هو مجموعة من التعليمات والتوجيهات والمواد التي تنظم السير الحسن للمؤسسة التعليمية حيث لكل منها خصوصيات وظروف معينة وهو مستمد من القانون الأساسي للمؤسسة الدولة هي مجموعة من الناس يقيمون في رقعة جغرافية ذات حدود دولية محددة بصفة دائمة وتتمتع بالسيادة والسلطة الحاكمة الحاكم هو المسؤول الأول في البلاد والممثل الوحيد والشرعي للشعب في بلادنا والحاكم هو رئيس الجمهورية الديمقراطية أصل الكلمة إغريقي تعني الحكم للشعب ومعناها العام التداول على السلطة واختيار الشعب لممثليه في المجالس المنتخبة عن طريق الاقتراع الحر السلطة التنفيذية يقصد بها كافة الصلاحيات والمهام التي ينص عليها الدستور يتولاها رئيس الجمهورية والوزير الأول حيث ينفذون سياسة الدولة لصالح الشعب السلطة التشريعية إحدى السلطات العليا في الجزائر يمثلها البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة مهمتها تشريع القوانين ومناقشة البرامج الحكومية والمصادقة عليها السلطة القضائية هي كافة القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم المختلفة المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية والمحاكم العليا من أجل ضبط النظام وفرض السلطة وفرض سلطة الدولة المجلس الشعبي الوطني يمثل الغرفة الأولى يتشكل من 462 نائب يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدة خمس سنوات المجلس أو مجلس الأمة يمثل الغرفة الثانية يتشكل من 144 عضو يتم انتخاب ثلثي هذا المجلس عن طريق الاقتراع العام السري غير المباشر من طرف أعضاء المجالس المحلية والثلث المتبقي يعينهم رئيس الجمهورية لمدة ستة سنوات ولكن يتجدد نصف أعضاؤه كل ثلاث سنوات الوزارات هي أجهزة حكومية إدارية مختصة بتسيير القطاعات في إطار اختصاصها بشكل يخدم سياسة الدولة وبرامج حكومتها العهدة الرئاسية هي الفترة التي يقضيها رئيس الجمهورية في الحكم وقد حددها الدستور الجزائري 2016 بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة هذه هي أهم المصطلحات في تربية مدنية الفصل الثاني لتلاميذ الأولى متوسط بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله